زي ما قالت زميلة سيهان باقي على انطلاق المباراة أقل من 24 ساعة الكل طبعا في حالة تقاهب كبيرة جدا خلاص الفرقتين إذا كان على مستوى الأهل والزمالك بيزبطوا أوضحهم التكتيكية في ظل الغيابات الموجودة والعناصر كمان اللي تم استبعادها بعد طبعا مسحة فيروس كورونا كل مدير فني بيزبط خطته تكتيكه استعداداته النهائية وفقا طبعا لرؤيته الفنية والأوراق المتاحة قدام كل دوت خلال السعاد ده اللي بيحصل دلوقتي من معسكر إذا كان معسكر نادي الأهل أو نادي الزمالك أكيد طبعا إحنا خسرنا عناصر مهمة بغياب وليد سليمان وديانج وصالح جمعة ما فيه الشك وأكيد كل الجماهير كانت الآن خاصة على غياب أليو ديانج لكن خلينا نتكلم واتكلمنا ده في البيت الكبير إن تاريخ النادي الأهلي عبر مبارياته الكتير جدا وعبر تاريخه الكبير جدا بنقول الأهلي بمن حضر وده بيتضح كمان من خلال نجومنا على المستوى الفني ولعيبة كبار في السبعينات بيتكلموا بنفس المبدأ يعني أكيد الحماسة والقوة وأنا زي ما قلت إن أي 11 لعب يتواجد بغض النظر على الأسماء يكون في الملعب عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيهم والنهاردة بتتكلم على الروح القتلية لو بتتكلم على الروح القتلية إن شاء الله هي دي روح نادي الأهلي إحنا بنتكلم على الأجواء أجواء المعسكر اللعيبة عندها الحمد لله روح مع نوية عالية جدا جدا وعندهم إصرار أكيد لإسعاد الجماهير بكرة أنا شخصيا طبعا أنا كمان جلعب مريت بالظروف دي في يمكن على مستوى المنتخب على مستوى النادي الأهلي اللي استعدادات للمباراة الزايدية دايما بنقول ومدربنا الكبار ويقولوا إن شاء الله المكسب بيكون عندي 3 نقاط الأقصر تركيزا تركيزا خلال المباراة بتكلم على 90 دقيقة بتكلم على 120 دقيقة بتكلم كمان على لو كانت فيه ضربات جزائل أكثر تركيزا خلال المباراة إن شاء الله هيكون كذبان النقطة التانية اللي بتكلم عليها إن كمان الأقل ارتكابا للأخطاء اللي بيرتكب أخطاء قليلة جدا في المباراة الكبيرة زي دي بيكون إن شاء الله فرصه كبيرة للفوز الجزء الثالث اللي هو يعني إزاي تستغل كل فرصة للتسجيل يعني في المباراة الكبيرة دايما منقول ما يكونش فيه فرص كتير للتسجيل لكن لما يجي لك فرص لازم تسجل كل دوت محاط طبعا تحت بند يا سهام توفيق ربنا